موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة تن وحلقة جديدة من برنامج فيكم الخير ودايما فينا الخير طول مقلوبنا على بعض طول ما احنا واقفين جنب بعض خاصة في شهر الخير شهر الصدقات الصدقة في رمضان مختلفة عن اي شهر تاني لان السواب فيها بيبقى مضعف ولانه اختبار للقلب ويا ترى هتنجح في اختبارك ولا لا خلونا نتعرف اكتر على العلاقة بين الصدقة والصيام ونرحم حضرتكم فضيلة الشيخ احمد وهدان من علماء الازهر الشريف اهلا بك شيخ احمد حسنا برحضرتك احمد الله فنعم كل تمام حسنا برحضرتك طيب وخير قال صلى الله عليه وسلم لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس النيام فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيننا في الحديث في علاقة من إطعام الطعام اللي هي إخراج الصداقات لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه جامع مانع لا يضاف عليه صلى الله عليه وسلم فإطعام الطعام جامع جامع كل حياة مانع مانع لا مش محتاج تضيف عليه تركيب أو إضافات يعني اوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم منع لا يدخل عليه كلم أن يوضع؟ يمنع دخول أي حاجة بعد كلمه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه في علاقة لمن أدام الصيام أطعم الطعام له غرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها وكأنها من كريستال من كل كريستال ولقلق يعني لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبادي كده يقولك أنت هتقعد في أحسن مكان بس أنت عندك شوية حاجات في رمضان كلها مطلوبة منك يمكن الحديث مش على رمضان بس على أسقط كده الحديث على رمضان طيب الكلام ما تقبلش حد إلا ما تتصدق لما تتبسم في وجهه ما تقبلش حد إلا ما تقوله كلمة تجبر بخطره طيب أطعم الطعام إنما نطعمكم الواجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زم حريرة سن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك هو إنك يطعام الطعام وأدام الصيام يعني الصيام أصلا وانت في رمضان وغير رمضان فما بالك بقى في رمضان ربنا تبارك وتعالى فرضوا علينا للتقوى لعلكم تتقون أياما معدودات معدودات صحيح إنك تتقي ربنا تبارك وتعالى بإحساسك بالفقيد بإحساسك عشان كده ربنا تبارك وتعالى أستاذة تلاحظي حضرك أنه فرض زكاة الفطر في رمضان ففي علاقة وطيدة طبعا بين الصيام والصدقة فصدق ده الفطر ربنا تبارك وتعالى أوجبها على الجميع غني وفقير وكل عشان تبقى تتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى الغني الرزاق وذي القوات المتينة وتشعر بمن حولك كمان زي حاجة مهمة أولا يعني الشعور بمن حولك دائم كن ربنا تبارك وتعالى يعني يعني يجعله في رمضان يعني منعك منتقادر تاكل وتشرب وتسافر وتروح وتملك يعني وتملك كل شيء دائما الفقير لا يملك إنه يأكل أو يشعر فحسسك بالفقير صحيح فقال لك اشعر بي قال لك إن غناه أنا جعلتك سبب فيه توقع كده إن ربنا تبارك وتعالى جعلني سبب في إسعاد إنسان وإن هو يرضى عن ربنا تبارك وتعالى رضي الله عنهم فرضوا عنه إن يجعلني أنا سبب إن ما يسخدش على ربنا تبارك وتعالى ويكون من الراضين عن ربنا تبارك وتعالى وبدون لا حول منك ولا قوة يعني ربنا يرزقك أنت أكتر من ناس تانية وإنت بتتصدق حضرك ندعي الدعاء ده ونخلي بدنا منه قوي اللهم يخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتي اللهم إني توكلت عليك فكون لي خير وكيل ودبر لي يا ربي فإني الله أحسن التنبير شو أنت يعني أنت في الوقت بقى كبيرك في يومك وفي حياتك وفي كلامك وفي تعاملاتك ربنا تبارك وتعالى صحيح واللي ربنا تبارك وتعالى كان كبير في كل شيء هيوفقه هيرزقه حتى الفكرة الكويسة اللي ممكن تجيلك في الشغل حكمة رزق حكمة من ربنا تبارك وتعالى سبحانه الملك أن ينزل عليك الفكرة يقول فكرة صح دي رزق وتوفيق زي ما حك قلت في حلقة اللي فاتت صحيح من رب العالمين يعني الحكمة ومن يؤتي الحكمة الشطرة منك دايما نقضح ربنا أن يرزقك الحكمة ده ربنا لو رزقك الحكمة هتبقى الكلمة منك بتحل بين بلاد متحل بين عائلات والله وتوفق بين زوج وزوجة وإصلاح الزاières البين يكون على إيدك الحكمة لو ربنا تبارك وتعالى ادهارك هتردى بزوجة من الدرجة العشرة ولو نزع منك الحكمة لن ترضى بملك الجمال الكون لأن ربنا تبارك وتعالى ادك الحكمة فربنا تبارك وتعالى لما يديك الحكمة اتعي ربنا أنه يديك الحكمة ويجعلك من المتذكرين ويجعلك من قليل الألباب فعلاقة الصيام بالصدقة إن ربنا تبارك وتعالى قال لك وإنت صايم ومحتاج تأكل ومحتاج تشرب عرفت إن تاني اللي طول السنة الفقير والمسكين اللي طول السنة جعان وطول السنة محتاج ومش لقي يشرب ومش لقي يأكل إنت وإنت بتأكل كده دايما نفتكره برضو ويدعيله اللهم اللي تجعل بيننا شقيا ولا محرومان يا رب العالمين مشاهدين الكرام هنطلع مع حضراتكم لتقرير من أعمال المؤسسة فيها الخير نشوف الدقير ونرجع لحضراتكم مرتين ساعدوهم ربنا يساعدكم عفوهم ربنا يعفكم استروهم ربنا يستركم بس بس حد يجيب له مي عشان والله والله برح أجيب من آخر الدنيا على دماغ أنا بس أهم شيء أن أنتوا تركبوا له مي جيبوا المي من مين من جوله البحر من النهار البحر مسافة بعيدة بس يعني من جوله هنا في الزرعة ما بنعمل يعني طبق ما يعيكا المكان هنا خمس عزب خمس عزب كاملة مين اللي هيمدي إيده ويعمل أول بير في المنطقة دي اللي إحنا وعدناهم وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا مين اللي هيجبر خاطر الناس دي وربنا هيجبر خاطره مين اللي هيدخر السرور عليهم وربنا سبحانه وتعالى يدخل السرور عليهم ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد التقرير وعايزين نسألك يا شيخ أحمد الناس الطيبة أهلين اللي موجودين في كل مكان ومحتاجين المساعدة نقدر نقول مؤسسة فعل خير محتاجة من الناس اللي فيها الخير هو دايما ربنا بارك في حضراتكم بارك في مشاهدي التن وبرنامج حضرتك فيكم الخير النفس الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم يقوم الدين يعني الخير في حضراتكم الخير في حضرتك وفي حضرتك الخير اللي ربنا تبارك وتعالى رزقك بي الناس الطيبين دول محرومين منه الناس الطيبين دول محتاجين أن نحن نتوسل لربنا تبارك وتعالى بالصدقات اللي تنفعهم يعني في الأول والآخر النفع ليه نحن نفع المتصدق طبعا فمؤسسة فعل خير يعني قدمت الحضرات كل الأنشطة اللي ممكن تدخل بيها من باب الصدق على ربنا تبارك وتعالى فالحمد لله احنا نقوم على إعمار المساجد نقوم على إعمار أسقف المنازل نقوم على توصيل وصلة المياه الفردية للمنازل على الأبار المجمعة للمنازل يمكن البير بيكلف معنا 30 ألف جنيه ممكن نقسمه على أسهم كنت إسا أقول لحايدة جديداتي ما عنديش مبلغ القدرة أنه ندفع 30 ألف جنيه ممكن ندفع اللي أقدر عليه إحنا عملنا برضو حاجة يعني 6 أسهم السهم بـ 5000 وممكن يقل وممكن يزيل وممكن تنسوا حاجة هستأذنك يعني طبعا بالناس كلها يا رب تدفع يا رب كل واحد يعمل عشر أبيار ويبقوا فيه أو أبار فيه ميزان حسنيته ولكن أنا قدرتي ألف خمسمية ألفين هل أقدر أتصدق بيهم ولا لازم أدفع سهم كامل لازم يعني ينفع تتصدق ولو بعفهم بجنيه صحب الحمد لله يعني بس الناس كثيرا تتقل نارة ولو بشق طمرة صحيح شوف الطمرة دي ممكن هي الصدقة اللي تنجيج من يوم القيام ونعم بالله فإحنا عاملين برضو الأبرصة يعني أسهم دائما أقول مثلا فكرة لو إحنا في عمارة أو في شارع أو في قرية ونعرف عبيبي ممكن نجمع من بعض هادر أجمع وأكي أنها جمعية طمام اللي مسكها لنا ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى ربنا هياخدها ويعمل لك بها البير وهيرزوك بها في حياتك الدنيا وفي الآخر إن شاء الله إن شاء الله فنقدر نعمل إن شاء الله البير بتلاتين ألف ونقسمه على أسهم عدد أسهم يعني إحنا عشرة ومحتاجين نعمل بير ومحتاجين كده يعني نتذكر إن إسمنا هنكتب على البير والناس تدعي لنا كل ما تشوف نقدر نعمل كده بإذن الله تبارك وتعالى وتقدر تروح تفتتحوا تفتتحوا كلكم إن شاء الله بإذن الله ووسط الميا بتكلف ثلاث تلاف جنيه مدعومة من الدولة بعد توفير ربنا تبارك وتعالى سقف المنزل بيكلف خمس تلاف سقف إعمار المسجد بيكلف برضو خمس تلاف إسام فيه فأدخل على ربنا تبارك وتعالى المؤمنين بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح سيدنا عمر بن الخطاب أنفق نص ماله قلنا في الحلقة اللي فاتت سيدنا عبد الرحمد بن عوف أنفق ماله في حياته أربع مرات النص النص كل ما يعني تلت أربع سنين يشوف ماله قد دي ويرحمت الله أنا عايزة جمعا نوجه كلمة مهمة قوي لأسادة المشاهدين لأن أنا منهم معظم البيوت المصرية إذا ما كانتش كلها السنة دي صفرتها نقصة شخص أو نقصة فرد يراح في السنتين اللي فاتوا بتوعه الكورونا والوباء ربنا يرفع الوباء والبلاء يا رب العالمين لو كل واحد فاكر وحابب يبر أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته أو ابنه أو بنته أي حد توفي بدون سابق نظار تحديدا زي ما حصل معنا كلنا في زي الأيام الله لا يعيدها يعني أعتقد أنه ممكن يشارك مع حضراتكم بأنه يعمل الصدقة الجارية على روح الشخص اللي ما بقاش موجود اللي بقاش بيأكل معنا يعني لو هنطلع فلوس أكله يعني رحمة الله عليهم جميعا الله أمين يا رب العالمين من رحمه شبيلهم يعني نفطرهم في الجنة زي ما بيقولوا يعني 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 سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث السلام أنه انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاثة حبيبي اللي كان جنبي أو والدتي أو والدي أو حبيبتي أو أيا كان أو زوجتي أو صحبي أو صديقتي اللي كانت موجودة جنبي في الصفرة زي ما حضرت كلتي مثال جميل كلنا تقريبا همرنا بالموضوع ده تقريبا ما فيش حد مش سادة المشاهدين إلا هو يعرف الممرش بحاجة زي كده ما فيش بيتنا فقدش عزيز أبغالي ده حقيقي فأنت لو بتحبه انقطع عمل إلا من ثلاثة يعني صدقة جارية الصدقة الجارية دي هتلاقي فيها إيه أحسن من المية والصلاة وفعلا في الحر إحنا مش بندغدغ قلوب لإستاذة المشاهدين وبنرق قلوبهم بس إحنا بنقلهم رساية ربنا تبارك وتعالى وربنا تبارك وتعالى بلهم فاستبقوا الخيرات وقال لهم فسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنتين عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رمضان شهر التقوى وأول صفة للمتقين المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ده أنت لو عندك مشكلة طلعها صحيح عشان ربنا هيفرجها عليك ومالناسة بتطلعش غير في المشاكل يعني ليه ما ما نطلعش إحنا مبسوطين أكتر دايما أن حاجة بحاجة بيطلعها عندي مشكلة فها طلع صدقة هو إحنا مش هنقوله أنت غلطان أبدا لا هو مش غلطان بس إحنا هنروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاوبنا عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد قير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى يعني صحيح دي احنا فهمنا أنت في كامل عفيتك وكل حاجة تمام شحيح يعني نعرف أن شحيح أنه بخيل أو الشح والبخل يعني يعني إيه شحيح هنا المقصود بأي في هذه يعني ما تبخلش على نفسك وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى يعني لا تخشى أن البخلك ده هو هيخليك من الفقراء لأنك أنت هتبقى غاني وانت هتقى يشحي نفسك بإيه أكتر من الصدقة والتقارب لربنا تبارك وتعالى صحيح مشاهينا الكرام هنطلع مع حضراتكم لتقرير تاني من تقرير مؤسسة فعل خير نشوف التقرير ونرجع لكم وراء تاني الله تعالى يقول مثل الذين ينفكون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء محتاجين للناس دول وصلت مية ست بتاعته عاوزة ترعاه وعاوزة ترعى أولادها بتسيب ده كله وبتروح على 2 كيلو عشان تجيب جرك مية والله هو كان كويس وشغال والله ما كان بيأخر عنه أي شيء بس رب أنا بقى ابتلاء حاجات حلوة إن شاء الله يا رب يغفل له فإحنا عايزين بس حمام ومية وهو نقضي يعني واجبنا مع العيال دي دي بقى طلعت بقى لله سبحان الله وانتو كده وزي ما احنا متعودين بعد كل تقرير بنبقى نفسنا نعرف الناس محتاجة إيه ونفسنا نشارك جداً في أن احنا الناس دي ما تبقاش محتاجة زي ما حالتك كان ما تتمناش أنت في يوم من الأيام تبقى محتاجة وتخيل لو حضرتك أو حضرتك أنت اللي ما عندكش مية أنت اللي ما عندكش سقف أنت اللي مش لاقي تاكل أو ما عندكش في البيت الحاجات اللي بتنقص ده لو حبت ملح نقصه والله شيخ أحمد بنبقى ليصينه والملح خلص ونتصيب السوبر مركت وتعالى بسرعة وعلى كيس ما لحب معافش رتمن وكيام دلوقتي ونقلط بالجبين ونزع لبعض ونعمل مشاكل مع بعض والدنيا بتتقلم في ناس ما عندكش أكل أساساً في البيت في ناس ما بتفقش معها هن كان صابح من بيت في ناس ما بتاكلش الأكل البيت وبيترمي في الزبالة ولك لا الولد ما بيحبوش الأكل البيت يعني عفواً اللي ممكن ما بيترميش غير في الزبالة صحيح للأسف الشديد فالصالحين ما كانوش بيكلهم إلا ما الفقراء يكلوا من الصحن اللي هم بيكلوا فيه الله سيدنا داود الطائي دخل ولقى شاه يعني عفواً خروف يعني كده مشهوا يوم عبوخ ومحطوط في بيته فقال ما بالوا أصحابنا أو جيراننا الأيتام قال لهم على حاله يعني ما يجدش عليهم حاجة فقراء يعني مساكين ربنا تبارك وتعالى يتولهم برحمته فسيدنا داود الطائي شال الشاه كلها وقال اذهبوا بهم إليها فامراته في زوجته بتقول له يعني نعطيهم النصف ونبقى النصف قال والله لو أكلناها لصارة إلى الحش ولو أرسلناها إليهم لوجدناها عند العرش عفواً الحش في الحمان يعني لصارة إلى الحش ويأرسلناها إليهم لوجدناه عند الله تبارك وتعالى عند العرش لا حاول ولا قوة إلا إحنا فيه من الناس دي بجده الله يلو أحد يسعى الكلام دا قلبه بيودعوة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى صحيح يعني هم قدروا يعملوا كده إحنا نقدر نعمل كده والله نقدر نعمل كده والفتن والشهوات اللي إحنا فيها دي يعني يا ربنا تبارك وتعالى اللهم مقينا الفتن ما ظهر منها وما بغضت صحيح مش كده أو السهزة إن إحنا بقينا ننسى ندعى بقينا بدأنا نزهد في السؤال في الدين نزهد في الدعاء ما هو الدنيا ماشية معايا وربنا تبارك وتعالى أيها والله فعلا بنعمل كده دي جا ماشية معايا ومش محتاج حاجة لا أنت محتاج صحيح أنت محتاج أنك تحتاج لربنا تبارك وتعالى صحيح يعني ده أحد علماني كان يقول لك استغفرك محتاج للاستغفار أنك أنت ما تقول أستغفر عليهم محتاج من أحد الشيوخ وكنت ما استغربوها أو يقوم مرس محتاج وانا فعلا لما وقف ويفت عندها فبعد ما تستغفر استغفر أنك أنت كنت فاكر أنك أنت مش محتاج تستغفر أو أنك قدرت لوحدك تستغفر والله العظيم حتى الاستغفار رزق أن أنت تتذكر على صوابعك أو على السبحة أنك تمسكها وتستغفر الله العظيم وقته بقول لي وتفضل تقول كده والله رزق ربنا تبارك وتعالى أستاذة إلا هيقربك بقى لدي ويخلي ربنا تبارك وتعالى يخليك تدوم النوافل اللي هو الصدقات والإكثار من الصدقات يعني مثلا الصلاة فرد لا ما الصلاة فرد الزكاة فرد بس ربنا تبارك وتعالى يقول لنا وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب حتى أحب والجمال بقى في الحب اللي جاه فهنادي جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيجي سيدنا جبريل ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبو بس علا كدiden بص على أهل السماء سيدنا آدم سيدنا إبراهيم سيدنا نوح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلوقتي نابينا بيحبك عليهم السلام دلنيا فبيحبوك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم حبك سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء سيدنا نوح يقول العزب سيدنا آدم أبو البشر كل دول حبوك الملائكة حتى ملك العذاب ملك النار ملك الجنة كل دول حبوك الأجمل والأجمل ثم يوضع له القبول في الأرض الله قبول في الأرض ده بقى تلاقي الناس كده بتحبك كده ودنيتك ماشي كده حضرتك مثلا لو الدنيا كلها زحمة قدام حضرتك على الهوى ربع ساعة والطريق خلاص مقفول ومفيشي تلاقي حضرتك عربية حضرتك الوحيدة اللي ماشي سبحان الملك والله وخد جربناها بعد توفيق الله والله العظيم بتحصل فعلا أنا كنت أجربها بحاجة حروق أوي بالصدقة وبحاجة تانية إيه بقى إن أنا أقبل رجل أمي قبل مطلع والله والله يجب ربك كنت قبل مطلع وانا رايح مثلا هلقاطر ولا رايح في مكان ولا يحسن أي حاجة وهي نايم حتى ومنها بتاخد أقبل رجلها والنهار ده لو ما قبلتش رجلها ولا ما عايدتش عليها ما عايدتش عليها لأن رمضان يدعوها منها بألف دلوقتي حالا قس إيديها أو قبل رجلها فتحت رجلها الجنة صحيح ربنا يبارك في الأمهات جميعا ويرحم أمي وأمهات المسلمين ألمعين يا رب العالمين نهاردة ذكرى وفت أمي سنة رب العالمين منكم الدعاء رب العالمين رب العالمين ربنا يرحمنا برحمته وليحقنا بيهم على خير هنطلع لتقرير نشوف فيه عمل من الأعمال الخيرية اللي بتقوم بها مؤسسة فعل خير ونرجع لحضرتكم مرة تانية الله أكبر الله أكبر هنا دعانا أخونا ربنا يبارك فيه وقال تعالوا شوفوا المكان اللي اعنا عاديم فيه فقلنا الحمد لله استبشرنا خيرا وقلنا المسجد هنصلي فيه فإذا بينا كلنا دخلنا المسجد ما فيهوش بيا أصعب ما في الحياة أن ترى مسجدا فتنطلق ناحية المسجد لتؤدي فريضة الله فلا تجد في المسجد مياه هذا أمر خطير أن تنطلق فلا تجد مياه في المسجد يرجع كثير من الناس إلا من رحم ربي بسبب عدم المياه أريد أن أوجه رسالة إليك أن وأريد أن أوجه رسالة إليك أنت أختي الفاضلة يا من خاطبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل خاطب النساء جميعا يا معشر النساء تصدقنا بعد شهر بعد شهرين بعد أقل أو أكثر سيأتي شهر رمضان أما ييجي شهر رمضان الناس ستصلي صلاة الترويح كيف تصلي الناس صلاة الترويح بدون مياه وإحنا المسجد دا ما فيش بيره ما عندناش مياه إحنا هنا محتمدين على المية يعني لو لو المكان في بير النس هتعيش وحتمبسط وتمام التمام وتصلي ما فيش بيره بما عملناش هالله إحنا عندنا ماسجد أهو بس ما فيش بيره يعني حتى اللي ييجي مش عاوز يعرفي توضى توضى منين ما فيش إحنا في بلد سحراوي إحنا محتمدين على المطر إحنا هنا حطني مأفية مكان وديلي بيره أنا هاود معاك ناما ما تدنيش بيره بقى مش هنوبر ولا حتى ساعة ما تنفحش ناما إحنا بزاكم الله خير طبعا الناس قايمة على الجمعية وستعبوا لغاية عندنا وربنا سبحانه وتعالي ثبت هجم التبرعين وقايمين على الجمعية احنا عايزين المياه عشان توضى ونصل ازاكم الله خير يجبتونا ويجبتونا بير المياه ازاكم الله خير والله ينجوه نصلوا وماللقوشة يتوضوا والدلع الخير كفاعله ومشكرين ازاكم الله خير تعبتو عشان خطرنا لعنداني ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين وفينا وفيكم الخير السؤال نعمل ايه وحضرتك بتوجه للناس كل جمهور فيكم الخير او الناس اللي هم فعلا المنامج تسمى على اسمهم فيكم الخير يعملوا ايه في الايام المفترجة دي ويلحقوا نفسهم ازاي في اول في العشر الاوائل في عشر ايام للرحمة نعم يعني ادخل على ربنا من باب الرحمة ارحم نفسك ارحم نفسك انك هتقرب لربنا تبارك وتعالي ارحم نفسك وخلي يعني الرحمون يرحمهم الرحمن مش هتقدر ترحم حد لما ترحم نفسك وتحط نفسك كده بين ايدينا ربنا تبارك وتعالي تكون في الصحوف الاولى من المصلي امين يا رب العالمين ووحد يقولك انك انك انت ما كنتش بتصلي في عم الشيخ انت بتخش المسجد ولا بتعمل استوريز مثلا على الفيس دلوقتي اسلامية لا يا سيدي كتر كتر او يمكن هي دي ربنا تبارك وتعالي يقولك الناس بتعلن اسلامها في شهر الرمضة الحمد لله انا ربنا تبارك وتعالي بيهدينا ان انا نعلن اسلامنا دهاني او نجدد اسلامنا تاني في شهر الرمضة هم بيأسخروا من الناس اللي طول السنة بتعملش حاجة وتيجي في رمضة سيبهم يسخروا واحد يوقفك وكتر احوال السوريس بتاعك كلها كلاتها اسلامية اقف اول واحد في رمضان ما اقطع كل القواطع شوف الصحبة الاخير صالحة يعني ادخل على ربنا تبارك وتعالي من باب الصدقة ان احنا عايزين بإذن الله نوصل مية وصلة مية فردية ونعمل خمسين بير لتجمع المية بإذن الله تبارك وتعالي احنا في شهر الخير ان شاء الله نعملهم في شهر رمضان بإذن الله نطمع في جمهور حضرتك الكريم وجمهور تن الكريم الكثير بإذن الله تبارك ربنا يبارك في كل الناس اللي فيها الخير بشكرك جدا يا شيخ احمد وهاخد من كلام حضرتك واقول لكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الصدقة بتمحي الزنوب وبترزقك القوة والصحة وبالطهرك والطهر مالك كل مريض محتاج صدقة المريض اللي مش معه فلوس محتاج صدقة علشان يتعالج والمريض اللي معه الفلوس محتاج صدقة علشان تساعده على الشفاء زي ما قال سنا النبي داو مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء صدقتي يا حبيبي يا رسول الله اعملوا الخير وقوع وتنسوا الصدقة الصدقة بركة والبركة خير والخير دايما بيسيب جمال ومحبة في نفس الناس اعملوا الخير ورموه في قلوبكم اوعوا ترموه في البحر اشوفكم على خير ان شاء الله بكرة وحلقة جديدة ودايما فينا وفيكم الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة